اشتركوا في القناة الحيوانات بتستخدم ايه عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض الحيوانات مش بتستخدم التكنولوجيا زينا لكن عندهم وسائل اتصال قصة بيهم عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض وفي درسنا النهاردة هندرس النملة كمثال لتواصل الحيوانات النملة بيعيش في مستعمرات فيها آلاف من النملة كل مجموعة من النملة داخل المستعمرة ريها دور مختلف عشان كده هم مقسمين الشغل بينهم يبقى عرفنا ان النملة بيعيش في مجموعات عايزين نعرف المجموعات دي بتقدر تتواصل مع بعض ازاي عندنا في كل مجموعة النيرسة انت والسكاوت انت والسولجر انت وكل مجموعة من النملة دوت لها دور بتقوم بيه يعني مثلا لما الاكل بيقل بتبعت النيرسة انت ريحة قوية جدا رسائل كتير للسكاوت انت والنملة المستكشف دوت او السكاوت انت هو اللي مسؤول عن تحديد مكان الطعام والسكاوت انت او النملة المستكشف على طول بيستجيب وبيبعت ريحة او يرسل ريحة كريهة جدا ينبه بيها النمل عن مكان وجود الاكل ونفس الكلام بيحصل في حالة الخطر بتبعت جنود النمل ريحة كريهة وقوية جدا بتنبههم بوجود خطر اشتركوا في القناة